ثمانية أيام مضت على زلزال تركيا المدمر خرج باس الحبقوق حياً سليماً ولكن ليس حداد بقي حتى الساعة تحت الأنقاض هما سفر سوياً لكن القدر فرقهما نجى الأول ليبقى مصير الثاني مجهولاً حتى الساعة لمبادرة رسمية من الدولة اللبنانية لمحاولة إنقاذ أو إخراج الياس من تحت الركام واقتصرت الجهود على مبادرة شخصية لأصدقاء الياس الذين سافروا عقب الزلزال وهم يحفرون بأضافرهم لإيجاد صديق عمرهم ما فيه إغاثة من وقت ما صارت الخبرية بتركيا ما فيه إغاثة دولة اللبنانية ما تحركت وبعد تأكيب لهونيك ما فيه شيء كله صار على ساعة فردة بعد شابين رفقاتوا لهونيك لحتى يشوفوا شو يعملوا هونيك على ردز مين؟ زياد خير الله عنده مكتب فلاديمير وشاب تانيك كمان عنده بولمين اسمه هشام الشحادي هني اللي قدروا يطلعوا على تركيا نهار الخميس نزلوا من عندي على المطار طي يلحقوا ليس ويشوفوا شو صار فيه بدي بليز أهيئة إغاثة من الدولة هي تروح تبعت إكيبات تشوف كيف بده تطلع الشباب اللبنانية كلهم بينعدوا على الأصابع هونيك الشباب اللبنانية بهيدا القتل ما حدا تحرك كله نايم تواصلت مع زياد وهيشام شو عم بخبروكم هونيك كيف عم بينبشو؟ زياد عم يطلب فرق عم يجي فرق وبينبشو هني عنده المعدات بدايية ما بعرف شو عنده الماشينات لأنه الكرسي هونيك كبيرة بينبشو شو بيوقفو شو بيشتغلو شو بترجع تجي هزة تاني ارتدية ارتدية بيرجعوا بيوقفو بفلو وهيكي مقضيينا تحرقوص والإعلام هوني كمان بيطلع فيك نيوز كتير طلع باس لنهار الأربعة كلنات في الإعلان استلمنا طلعوا الياس طلعوا الياس مش معقول كمان لازم يعملوا ليميت على حالوا نشوي الأعلام ده أنواع يشوني على أعصابي وهريولي أعصابي بعده طيب وباس لسامع صوته ما حدا عم يقدر يوصلوا مش يبعطوا الكروروج يطلعوا هيكي مناظر معبوكية يتوارد وإكزوتيكا ويرجعوا هوا ما بينفعوا رولا المير زوجة الياس تصرخ اليوم عبر اسبتشت لعل صراخها هذا يهز ضمائر المسؤولين الليلة عيد ميليت بنتو أنا شو بإلا لابنتو؟ الليلة عيدة شو بدكن إلا لابنتو أنا؟ الليلة عيدة شو بدكن إلا؟ ما حدا واعي لا وزنة ولا نواب بدي تألفن وبدي يترجع مشكورين اللي سمعوني بس كمانة كتير هيدا تامن يوم حدا بيبلع على حالو يقولوا ليه؟ تامن يوم هو تحت الأنقاض يمكن يكون عايش بعد فيه أمل يوم عندكن أمل أنه ممكن اليوم نلاقي الياس يكون بعده عايش أعملي كبير بيالله بس كمانة كل ما نتأخر الوقت منه لصلاحنا عم يسألوك أولادك عن بايون؟ أكيد شو؟ كتير طبيعي أكيد عارفين ومحطوطين بالأجواء أولادة وما في دولة ما في دولة تبع طيقتي غاسلة حتى تشوف شو بده تعمل يتحركوا على الأرض كله أنا أخدتوا مبادرة شخصية وبعدت الشباب ورا شو بعمل أكتر؟ بس طلع باسل طيب ليش؟ ليش ما كفوا عمليات الإنقاذ اللي يطلعوا الياس ورا؟ ليش؟ ليش كل مرة بيوقفوا وما بعرف شو بيصير معهم؟ كل القصص متروكة وممنوع نوقف حياة إنسان ممنوع بدي يه طيب جيبوه تفضلوا حدا يتحرك عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الأحد خمس شباط كان الاتصال الأخير بين الياس وزوجته حيث أبلغها أنه تناول العشاء وهو سيذهب للاستراحة في الفندق ولكنه لم يعلم أنه لن يستطيع الخروج منه بسهولة للذهاب إلى المدينة الصناعية في تركيا لشراء معدات الباص الذي يملكه الدولة نايمة ما في حدا ما في حدا بحكي بحكي كله نايم لا في خرجية لا في داخلية ما في حدا ما في حدا يعمل شي بها البلد لحد كان جد مزرعة المزرعة مش هيك المزرعة بتكون منظمة نحن أضرب من مزرعة أمنية واحدة هي أن تصل الصرخة إلى أذان من يستمر في سباته من المسؤولين فيتحرك ويكشف مصير ذلك الأب الذي كان من المفترض أن يكون اليوم مع ابنته الطفلة ليحتفل بعيد ميلادها فلعل الهدية تكون هذا العام أن يعود أبوها إليها سالماً ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة